اشتركوا في القناة اهداف درسنا لهذا اليوم هو نص الاستماع بعنوان الاقمار الصناعية اهداف درسنا لهذا اليوم اولا نستمع الى النص مع مراعاة اداب الاستماع وفهم وتذوق النص وما فيه من جماليات واساليب بلاغية وايضا الاجابة عن اسئلة النص المسموع اذا يا ابنائي درسنا هذا اليوم هو نص الاستماع بعنوان الاقمار الصناعية استمع الى النص بتركيز وانتباه للاجابة عن الاسئلة اذا نستمع الى النص الذي هو بعنوان الاقمار الصناعية ثم بعد ذلك نجيب عن الاسئلة نبدأ في قراءة النص انضمت رزان بعد ان انهت واجباتها المدرسية الى افراد اسرتها لمشاهدة برامج التلفاز سألت رزان اباها كيف يستطيع التلفاز ان ينقل الينا برامج تبث من اقطار العالم البعيدة والقريبة الاب لقد استطاع العلماء يا رزان ان يصنعوا اجهزة معقدة يدور بعضها حول الارض وبعضها الاخر حول كواكب اخرى واستفادوا من هذه الاجهزة التي تدور في عالم الفضاء في تطوير وسائل الاتصال فحدث تطور واسع في عالم الاتصالات السلكية واللاسلكية ومن خلال استخدام الاقمار الصناعية رزان وكيف تعمل هذه الاقمار الصناعية لتنقل الينا البرامج من البلدان الاخرى الى بلادنا المملكة العربية السعودية الاب تقوم محطات الارسال في البلاد الاخرى ببث برامجها الى القمر الصناعي فيلتقطها ويرسلها الى اجهزة التلفاز في بيوتنا وكذلك تنقل الاقمار الصناعية برامجة الفاز المملكة العربية السعودية الى الدول الاخرى رزان وما ابرز استخدامات الاقمار الصناعية الاخرى الاب تستخدم في نقل المكالمات الهاتفية الدولية والارسال الاذاعي والارصاد الجوية وغيرها فسبحان الله الذي علم الانسان ما لم يعلم اذا يا ابنائي استمعنا الى هذا النص بعنوان الاقمار الصناعية نجيب الان عن الاسئلة نشاهد السؤال الاول استمعت الى نص حواري عن صناعة اجهزة تدور في واحد عالم الملاحة البحرية وعالم الفضاء او عالم الرحلات ها ايهم الصحيح؟ هل عالم الملاحة البحرية او عالم الفضاء او عالم الرحلات؟ نعم احسنتم عالم الفضاء احسنتم عالم الفضاء تبنشاهد هنا انمي لغتي احدد معاني الكلمات التالية من النص المسموع الكلمة الاولى تبث والكلمة الاخرى معقدة الكلمة الاخيرة اقطار ما معنى كلمة تبث؟ تبث نعم احسنتم تبث اي احسنتم ترسل طيب معقدة قلنا تبث ترسل معقدة من يعرف كلمة معقدة ما معناها؟ نعم احسنتم اي دقيقة متطورة معقدة اي دقيقة متطورة طيب اقطار طيب اقطار ما معنى كلمة اقطار؟ نعم نعم احسنتم اقطار اي انحى تبث اي ترسل ومعقدة اي دقيقة متطورة اقطار اي انحى احسنتم بارك الله فيكم اجيب عن الاسئلة التالية نشاهد السؤال الاول متى انضمت رزان الى الاسرة؟ متى انضمت رزان الى الاسرة؟ من يعرف من خلال استماعنا للنص قبل قليل؟ متى انضمت رزان الى الاسرة؟ نعم نعم احسنتم بعد ان اكملت جميع واجباتها احسنتم بعد ان اكملت جميع واجباتها ما الذي كانت تفعله الاسرة عند انضمامها اليهم؟ ما الذي كانت تفعله الاسرة عند انضمامها اليهم؟ ماذا كانت تفعل أسرة رزان عندما انضمت رزان إليهم ماذا كان يفعلون نعم أحسنتم كان أفراد الأسرة يشاهدون التلفاز كان أفراد الأسرة يشاهدون التلفاز ثم قدمت إليهم رزان بعد أن أكملت حل واجباتها والانتهاء من فروضها الدراسية ثم قدمت إليهم وكانوا يشاهدون التلفاز طيب ما الفائدة التي جناها العلماء من الأجهزة الفضائية من يعرف من خلال استماعنا للنص قبل قليل ما الفائدة التي جناها العلماء من الأجهزة الفضائية نعم نعم أحسنتم استفادوا من هذه الأجهزة في تطوير وسائل الاتصال إذن استفادوا من هذه الأجهزة في تطوير وسائل الاتصال الأجهزة الفضائية استفاد منها العلماء في تطوير وسائل الاتصال الحديثة أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد هنا أملأ الفراغات التالية وفق ما استمعت إليه من النص نشاهد هذه القطعة من النص سألت رزان فراغ كيف يستطيع التلفاز نقل البرامج إلينا سألت رزان من نعم أحسنتم سألت رزان أباها إذن سألت رزان أباها كيف يستطيع التلفاز نقل البرامج إلينا طيب قال الأب لقد استطاع فراغ أن يصنع أجهزة معقدة قال الأب لقد استطاع فراغ أن يصنع أجهزة معقدة ما هي الكلمة الموجودة في الفراغ من الذي استطاع أن يصنع أجهزة معقدة نعم أحسنتم العلماء نعم لقد استطاع العلماء أن يصنعوا أجهزة معقدة طيب حدث تطور في الأجهزة السلكية وفراغ حدث تطور في الأجهزة السلكية وفراغ ما الموجود في الفراغ نعم أحسنتم في الأجهزة السلكية واللا سلكية أحسنتم بارك الله فيكم إذن سألت رزان أباها كيف يستطيع التلفاز نقل البرامج إلينا قال الأب لقد استطاع العلماء أن يصنعوا أجهزة معقدة حدث تطور في الأجهزة السلكية ولا سلكية أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد التقويم الختامي هنا أصوبوا الأخطاء في العبارات التالية أصوبوا الأخطاء في العبارات التالية نشاهد العبارة تشاهد رزان التلفاز قبل أن تحل واجباتها ها هل هذه الجملة صحيحة؟ تشاهد رزان التلفاز قبل أن تحل واجباتها إذن خاطئة ماذا نقول في الجملة الصحيحة؟ نعم أحسنتم إذن تشاهد رزان التلفاز ليس قبل بل بعد أن تحل واجباتها أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد الجملة الأخرى الأقمار الصناعية تدور على الأرض الأقمار الصناعية تدور على الأرض هل هذه الجملة صحيحة؟ نعم خاطئة طيب ما هي الجملة الصحيحة؟ الجملة الخاطئة قلنا هنا الأقمار الصناعية تدور على الأرض كيف نصحح هذه الجملة؟ ماذا نقول؟ نعم أحسنتم الأقمار الصناعية تدور في الفضاء الأقمار الصناعية تدور في الفضاء إذن الأقمار الصناعية تدور على الأرض هي جملة خاطئة والجملة الصحيحة الأقمار الصناعية تدور في الفضاء أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد الجملة هنا تستخدم الأقمار الصناعية في إنارة المدن تستخدم الأقمار الصناعية في إنارة المدن ماذا نقول؟ ها خلقوا هذه جملة صحيحة بالتأكيد خاطئة اذا تستخدم الأقمار الصناعية في إنارة المدن خاطئة والجملة الصحيحة ما هي نعم أحسنتم تستخدم الأقمار الصناعية في البث التلفزيوني والاتصالات وغيرها ولا تستخدم في إنارات المدن إذن هي تستخدم الأقمار الصناعية في البث التلفزيوني والاتصالات وغيرها أحسنتم بارك الله فيكم نشاهد خلاصة درسنا لهذا اليوم الأقمار الصناعية أبرز استخداماتها بث برامج التلفاز ونقل المكالمات الهاتفية الدولية والإرسال الإذاعي والأرصاد الجوية إذن أبرز استخدامات الأقمار الصناعية بث برامج التلفاز ونقل المكالمات الهاتفية الدولية والإرسال الإذاعي وأيضا الأرصاد الجوية بهذا يكون درسنا لهذا اليوم انتهى آمل أن تكونوا استفدتم واستمتعتم في هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة